الأحلام هي الخطوة الأولى في تحقيق الطموحات وإذا اجتمعت مع الإرادة للصبو نحو العلم تذللت صعاب وبات المستحيل ممكن قصة الدكتور فواز المطيري دليل على أن الأحلام ممكن أن تكون حقيقة إذا اجتمعت بالإرادة المطيري وهو طفل دون رغبته في أن يكون طبيبا في المستقبل فحقق حلمة بذلك وصنع اليوم معجزات بعلاج أمراض القلب بعمليات نادرة وصعبة كما قام بإجراء عملية نادرة تعتبر الأولى من نوعها لتعديل تضخم عضلة القلب عن طريق القصطرة بدون تدخل جراحي مع فريق طبي في مركز القلب بمستشفى الحرس المطن ترجمة نانسي قنقر وللحديث بشكل أكبر عن هذا الموضوع ينضم معي في الستوديو استشاري القلب والقصرة القلبية الدكتور فواز المطيري دكتور فواز مرحبا فيك شرفتنا اليوم أهلا وسهلا شكرا على استطلاف الله يعافيك دكتور فواز ما هي قصة القصاص الصحفية هذه أيام توسط أقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على استطلاف اليوم أتمنى إن شاء الله تكون هذه القصة ملهمة للجميع للجيل القادم أنا من مدينة عنيزة منطقة القصيم ودرست الابتدائية والمتوسطة في تحفيظ القرآن ودين سويته الثانوية العامة في عنيزة يعني زي ما تذكروا زمان كانت عن نهاية كل سنة يعملوا كتاب المتفوقين وحطوا صورة المتفوقين ويسألونهم السؤال التدريجي ما هو حلمك ما هو حلمك المستقبل طبعا الصورة النمطية للطبيب من ذاك الوقت كانت صورة مغرية لأي طالب متفوق أنه يدخل كلية الطب وصير طبيب فكان الحلم من ذاك الوقت أنه يكون الطبيب دونتها في كذا قصاصة من كتب المتفوقين اللي صار أنه أعتقد أنه قبل سنتين أو ثلاث سنوات وبدأت 2018 يعني الزملاء في تعليم مدينة عنيزة جمعوا صورة متفوقين في العهد الأول لنا ولعله أحد الأخوة اللي أنا ما أعرفه ربط بين الصورة وكانت متزامنة مع تعيني مستشار لأحد اللي جاء في وزارة الصحة فربط بين الحلم القديم والإنجازات الجديدة يعني حتى نشرها ما تدري من نشرها أبدا 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 ما كان عندي كيف وصلك الخبر والله حتى هي كانت هي المحفز لي أني أدخل في عالم تويتر من كثم الناس يعني اللي أتكلموا معي لكن وصلتني في الواتس أب وصلت من على انتشرت شر كثير يعني الزمل والأصدقاء حتى في الكويت في البحرين في عمان في الإمارات يعني كان الارتباط جميل جدا أنا طبعا يعني كنت مبسوط وفخور جدا يعني دائما نحن يعني الصورة النمطية للملهمين في عالمنا سواء الناجحين في مجالاتهم أو المهمين بقصة صمعينة يعني تستهوينا ففي يوم الأيام تصحى تلاقي أنت صارت قصتك عبارة عن قصة ملهمة للجميع طيب نبدأ الحين دكتور فواز بالنسبة لي أمراض شرين القلب الجلطات الأزمات القلبية تكثر وكثرت في الأول الأخيرة يعني هل هناك سبب لذلك؟ تمام فهي من القصة الملهمة هذه نقدر واحد يجلس فيها اللحظات هذا يتكلم عن أمراض القلب أمراض القلب مهمة جدا للجميع يكون على دراية فيها يعني حاليا الإحصائيات في منظم الصحة العالمية وصلوا الوفاة من أمراض القلب إلى أكثر من 18 مليون وهذه تعتبر أكثر من وفيات الأمراض الأورام المجتمع الشرين القلب في بدايات الولادة تكون سليمة جدا هي المسؤولة عن تغذية عضلة القلب بالدم مع تقدم العمر ومع تزايد العوامل المساعدة مثل السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول يتبدأ الكوليسترول يتجمع في الشرين القلبية مما يؤدي إلى ما نسميه سواء الجلطات القلبية أو الدبحات الصدرية الجلطات القلبية بحد ذاتها هي فترة من فترات في لحظة من لحظاتكم في إنشطار في جدار الشريان يتجمع عليها الصفاح الدمعوي وتقفل تماما ويؤدي إلى جلطة قلبية حادة محتاجة حالة سعفية محتاجة تدخل في القسطرة القلبية الذبحات الصدرية لا هي تجمع الكوليسترول على شكل وقتي بعد فترة يكون الصورة النمطية من الأعراضي المريض يكون أنا كنت أمشي مثلا 200 متر ما يجيني شيء الآن بدأ يجي ألام في الصدر أو كتمة في النفس تمنعه من استمرار الرياضة تزيد مع الجهد النفسي أو الجهد الجسدي في وقت الراحة اللي ينهج تقصد اللي ينهج بالنفس برضو هذا لا علاقة؟ طبعا الصورة النمطية نحن عادة نشوف صور غير نمطية لكن كنت أتكلم عن الذبحات الصدرية كنت مريض فوقت الراحة ما عنده مشكلة لما يبدأ يمشي برضو صورة نمطية يقول كنت روح المسجد مثلا 200 متر ما عندي مشكلة الآن صرت لازم يوقف قبل المسجد لأنه ما يقدر أخذ نفسه وعادة لما يتوقف يرتاح خمس دقائق يختفي كل العراض هذه الصورة النمطية للذبحات الصدرية الآن نحن على موسم الشتاء ويقولون في علاقة ما بين الشتاء وتكثر فيها المشاكل يعني البرودة في الجسم خصوصا عند كبيرة السن هي عبارة عن نحن نسميه سترس يعني ضغط الجسم والجسم عشان يتكيف مع البرودة ويزيد حرارة الجسم في عوامل كثيرة لازم يسويها أهمها هي زيادة نبضات القلب وزيادة الضغط الأثنين هذول بحد ذاتهم إذا زاد ضربات القلب وزاد الضغط في مريض عنده كوليسترول ارتباع كوليسترول أو سكر أو ضغط هذا يؤدي إلى زيادة احتمالية الجلطات القلبية طبعا في الأبحاث أثبتت طبعا أثبتت أنه في موسم الشتاء الجلطات القلبية أعلى في بداية الأسبوع الجلطات القلبية أعلى في بداية اليوم من الساعة 4 الصباح للساعة 10 الصباح الجلطات القلبية أعلى عوامل التي ذكرت طبيا أنه قد تزيد من احتمالية الجلطات القلبية في الشتاء زي ما قلنا ارتفاع ضربات القلب ارتفاع الضغط وقت الشتاء السوائل في الجسم قليلة بحكمنا ما نشره صوت فلما تقل السوائل يزيد لزوجة الدم مما يعرض الصباح الدموي للتجمع أكثر في الشرين وقت الشتاء أيضا تمرير رياضية تكون أقل فبرض يكون القلب معرض كبار السن في أحد الدراسات البسيطة اللي ذكرتها مسبقا أنه وقت الشتاء يكون فيه تقلص في الشرين فيؤدي إلى تشوش ذهني بسيط عندهم ممكن أن ينسون أدويتهم ما يأخذونها فمهم جدا لا بد المتابعة معها خصوصا في كبار السن طيب دكتور فواز أيضا أنت عملت عملية جراحية مؤخرا وتكلموا عنها إليه تكلمنا عنها بدون تدخل جراحي تمام عملنا الآن التطور في علم القسطرة كبير جدا وكان دائما إحنا استشاريين القسطرة محاذي للزملائنا في استشاريين جراحة القلب وكان أغلب المشاكل القلبية اللي ما نقدر نعملها بالقسطرة تتوجه إلى عمليات القلب المفتوح حاليا مع زيادة التكنولوجيا بدأنا يعني يذكرها من جهة الفخذ صحيح يعني هي أكثر شيء نسويها القسطرة القلبية نسويها من اليد أو القسطرات اللي فيها تدخل في صممات أو غيرا نسويها من الشرع الفخذي فقديما كان التضخم في عضلة القلب أو اللي يسميها هوكم يكون في تضخم في عضلة القلب العضلة هذه المتضخمة طبعا لها بروتوكول خاص فيها لكن ببساطة أنه نحدد الشريان بالقسطرة القلبية ونقدر نسكر الشريان بمادة الكحولية مركزة بحيث أنه بعد فترة معينة لأنه العضلة ما يجيها أكسجين التضخم هذا يذوب تماما يختفي مع الدم نسوينا عمليات كثيرة هذه كانت اللي ذكرت في الإعلام كانت البداية لكن نسوينا عمليات كثيرة منها النوع هذه في مركز الملك عبد العزيزي رماضي القلب في الحرص الوطني بالرياض وكانت النتائج مبهرة صراحة يعني كان المريض العملية الجراحية يأخذ وقت الآن بعد هذه نشوف النتيجة وإحنا في معمل القسطرة بعد ثلاث أيام تبدأ عادة التضخم ينتزل أرقامنا مثلا تنزل من 120 إلى 19-18 طيب النتائج الحمد لله كويس هذه سوتوا أنتم صحيح تعتبر لكم طيب هل في إمكانية نشرها في بقية طبعا طبعا هي الزملاء في مراكز ثانية نحن في علم القسطرة يكون حتى في القسطرة القلبية في ناس متخصصين في أشياء معينة يكونوا سوية لكن لا شك أنها قابلة على العمل في أي مركز من مراكز الثانية فخورين فيك دكتور فواز وأشكرك على وجودك معي دكتور فواز مطيري استشاري القلب والقسطرة القلبية وشكرا جزيلا لوجودك معي فيك شكرا جزيلا